شكعني على كل جديد أنا نفسك حد مفيد شكعني وهقولك شكراً بس نحط الإيد في الإيد شكعني على كل جديد أنا نفسك حد مفيد شكعني وهقولك شكراً بس نحط الإيد في الإيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد إنك تكون مميز دي حاجة جميلة ورائعة وينبغي إنك تكون مميز مميز في بيتك مميز في المجتمع مميز في شغلك مميز حتى في معاملتك مع الناس مميز وإنت رايح المسجد مميز وإنت يعني بتقول أنه موجود في الحياة ما هو المسلم ينبغي أن يكون مميزاً زي سيدنا وبكر الصديق ملي بمثلي سيري كالمدلل تمشي رويداً وتجي في الأول رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي حنشوف تلوقتي تميزهم كان تميزهم في إيه وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام جميعاً رضي الله عنهم أجمعين وألحقنا بهم على خير اللهم أمين شيء جميل أوي أنك تتخيل كده أنك تشوف سيدنا وبكر الصديق في الجنة وسيدنا عمر وتقوله أنت عملت ده إزاي وتمشي معاه وتصحبه ويكون رفيقك نسأل الله أن يرزقنا رفقتهم وصحبتهم في الجنة قلوا آمين اللهم آمين دن دن مميز فإن بغي على أتباعه كذلك أن يكونوا مميزين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ليس منا من عمل بسنة غيرين ونفسك يقول لك خالف اليهود خالف المشركين خالف المجوس حتى اليهود كانوا بيلحظوا ده يقول لك ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالف أمرنا ما عارفين أنه عايز يبقى مميز صلى الله عليه وسلم أنت شبه بقوم فهو منهم أنت مميز ومميز في عبادتك محدش بيصلي الصلاة اللي أنت بتصليها ما فيش ديانة أبلا كده كانت بتصلي فجري وضهر عصر مغرب عيش ولا حد كان بيصوم رمضان قبلنا ولا حد بيزكي الزكوات بالشكل ده يعني أنت مميز في عقيدتك مميز في عبادتك مميز في أخلاقك فمن بغي أن تكون مميز كذلك في مظهرك في حياتك حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش لازم تبقى مميز ولازم تسعى إنك تبقى مميز مميز في أهدافك مميز في حياتك مميز في تصرفاتك مميز في طموحاتك المسلم كده ونتعلم من سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر هو الأول في الإسلام الأول في الجهاد الأول في الهجرة رضي الله عن أبي بكر إلى الله سبق وبشرعه نطق وفي الحق صدق فلا تركبن في سيره طبقا عن طبق أما عن سيدنا عمر فقد أسلم قويا وهاجر قويا وقتل قويا رضي الله عنه أما عن عثمان عثمان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين واشترى نفسه مرتين فاستحق لقب ذنورين أما عن علي الذي أحبه الله وأحب الله وأحبه الرسول وأحب الرسول هو زوج ابنته البتول وسيفه المسلول وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان حال الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل لكل واحد ميزة كمميز حاجة كان يقولي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفرضهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاد وأقرأهم أبي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراحة تميز كل واحد تميز في حاجة فصار مميزا فيها صار عالم فيها فالرحمة لأي أبو بكر في القضاء تلاقي علي في القتال تلاقي خالد في قراءة القرآن وتعليم الناس سيدنا أبي بن كعب في علم الفرائد علم الموريس سيدنا زيد بن ثابت في الحلال والحرام سيدنا معاد بن جبل وهكذا والأمانة يرمز إليها بأبي عبيد بن الجراح زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد حتى سيدنا نبيك مميز لما كان بيقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه إلا موضع لبنة فأنا بلبنة وأنا خاتم الأنبياء حاجة مميزة أعطيته خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي يبقى كم مميز بالخمسة دول صلى الله عليه وسلم أنا عايزك أنت كمان كمستم تبقى مميز تبقى أنا حتميز إزاي أقول لك واحد تقنع لقتك بربنا حلوة لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته عايز تبقى كويس خلع لقتك بربنا سبحانه وتعالى حلوة خلاص ده رقم واحد رقم اتنين عاوزك تحاول أنك تسح أنك تبقى مميز أنا عايز أسعى للتميز يعني حط الموضوع أصلا قدامك أن أنا أسعى أن أنا أبقى مميز ابن عطاء الله سكندري يقول كيف تخترق لك العوائد وأنت لم تخرج من نفسك العوائد تاني كيف تخترق لك العوائد وأنت لم تخرج من نفسك العوائد يعني أنت ما فكرتش أنك تبقى مميز هتبقى مميز إزاي كده لا أنت تسعى لهذا أنت تريد أن تكون مميزا اللي عاوز حاجة هينلها زي ما بكتل الحاجة أم الاختراع لكن مش عايز أبقى مميز وقاعد ما بسعاش لا يبقى واحد علاقتك بربنا كويسة واحد اتنين أنك تسعى أنك تبقى مميز أنا عايز أحط حاجة قدامي عشان أبقى مميز أنا عايز أبقى مميز حتى في إيه أحدد كما رقم 3 أحدد أنا عايز أبقى مميز في إيه ما سيبش نفسي ده رقم 3 رقم 4 أنك تبقى واضح الرؤية وأنك تطور من نفسك بواضح أنا عايز أبقى مميز في إيه تمام وكمان أنت تبقى تطور من ذاتك أن تطور من ذاتك عشان تبقى مميز ما هو سيدنا أبو بكر الصديق ما وصلتش النور رقم واحد كده لا كانوا بيقولوا أن سيدنا أبو بكر ما سبقكم بشيء إلا بشيء وقر في قلب ما سبقكم أبو بكر بشيء إلا بشيء وقر في قلب هو عنده حاجة تميز بها فسبق لما صدق سبق رضي الله تعالى عنه فأنت يبقى واضح الرؤية تطور في ذاتك تحدد هدفك يعني شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي سيدنا ربيعة سلني ربيعة بن كعب الأسلام قال له سلني قال له يا رسول الله شوف بقى الهدف بتاعه واضح على طول قال له أسألك مرافقتك في الجنة شوف تتميز في الطلب عايزة أكون جنبك محدش سأل السؤال ده قبل كده للنبي عليه الصلاة والسلام ولا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الطلب ده قبل كده قال له أسألك مرافقتك في الجنة عايزة بكون معاك في الجنة النبي قال له قال له الطريق للتميز ده أعني على نفسك بكثرة السجود تاني حسن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى حدد هدفك زي ما سيدنا ربيع حدده لازم تبقى اتطور من نفسك لازم تسعى انك تحقق التميز بتاعك بعد ما حددت هدفك أنا عايز تسعى إليه وإنك تم الأستاذ عليك تنطفى مذكرات إليه كلام جميل أقول لك ان العايز ينجح في حاجة ويكون مميز في حاجة بحاجتين توفيق ربنا سبحانه وتعالى ويبقى عندك الملكة وعندك الخبرة وعندك الحاجات اللي هي الصفات الخلقية أو الخلقية والجبلية اللي عندك قدرات تمام ذو الحاجتين مهمين أوي لو انت عملتهم ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك فانت اسعل ده وحقه ده هتبقى مميز أهم حاجة حط التميز قدامك واللي حط حاجة قدامه ويسعى له ويستعين بالله عز وجل ويبذل جهده الله عز وجل يوفقه لأنه هو القائل والذين يجاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسن ربنا معاك طالما أنت عايز تعمل حياة ويسعى استماز الله عز وجل سيكون معك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتميزين في الدنيا في رضاه وفي طاعته وفيما ينفع أمتنا ووطننا وبلدنا ومجتمعنا ونجعلنا كذلك من المتميزين في الآخرة ونفوز بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أمين شفكوا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شجعني على كل جديد أنا نفسك حد مفيد شجعني وهقولك شكراً بس نحط الإيد في الإيد